اللي بيؤثر في معدلات النمو خمس عوامل واحد التجارة الاستثمار الادخار الصناعة والاستهلاك دولة الخمس عوامل الذين يؤثروا مكونات عملية النمو في معدلات النمو طيب تعال نبص على التجارة التجارة العالمية التجارة العالمية خلال العام المنصرم زادت بنسبة 12% بعد كورونا يحصل ان التجارة العالمية تصل الى 28.5 تريليون دولار يعني تقريبا 28.5 تريليون من اجمال الناتج العالمي اللي هو 94 تريليون دولار يعني انا بتكلم على 30% يعني 30% من مكون النمو ومكون الاقتصاد العالمي التجارة اذا التجارة هي قاطرة النمو في العالم خلال هذه الفترة وده الحقيقة يعني خلينا اقول احد الاسباب اللي ادت الى معدلات نمو هو زيادة حجم الصادرات المصرية من 25 مليار دولار الى 31 من 10 مليار دولار لأول مرة ده الصادرات اللي هي غير بترولية لو انا اضفت البترولية هنصل الى 42 مليار دولار قربنا نوصل من المية لحلم بتاعنا احنا يعني توجيه فخامة الرئيس ان احنا نصل بحجم صادراتنا الى 100 مليار دولار يعني ان النهاردة نصل الى في وسط هذه الظروف الى 42 مليار ده شيء تحدي طيب جدا طيب تعالى نبص على مكون هذا الامر هتلاقي اللي بيحتل الصادرات مواد البناء البيترو كاميكلز الصناعات الغذائية يعني الصناعات الغذائية مساهمتها في اجمال صادرات مصر وصلنا 4 و 2 من 10 مليار دولار يعني عندنا نميزة نسبية يا دكتور ابراهيم افندم عندنا نميزة نسبية في الصناعات الغذائية طبعا قطاع الصناعات الغذائية شهد طفرة كبيرة يعني معدل نمو الصناعات الغذائية عن العام المنصر 15% وبعد كده الحاصلات الزراعية بنتكلم على 2 و 4 من 10 مليار دولار فالتنين اللي هي الصناعة الغذاء صناعة الغذاء والجزء الآخر اللي هو بيتحدث عن الحاصلات الزراعية بنتكلم تقريبا على مساهمة تقدر ب7 مليار طب ده حصل ليه لان سلاسل الامداد في العالم وسلاسل الانتاج طبطأت واصبحت الاسواق اللي كانت ملاذ آمن لسلاسل الامداد تعطلت فكانت توجه الى الدولة المصرية اللي هي لم تتأثر بسبب قرارات اقتصادية بسبب توجيه فخامة الرئيس ان الاقتصاد يعمل يشتغل ويعمل بكفاءة ولا يتوقف وفي خلال الازمة بتاعة كورونا مصانع الغذاء وشركات الغذاء كانت بتشتغل تلت ورديات صحيح كويس عشان لا تتوقف سلاسل الامداد طيب ده شق مهم جدا تمام اذا الازمة ازمة كورونا كان لها تدعيات ايجابية على الاقتصاد المصر في شق التجار في الجزء بتاع التجار صحيح نخش على الاستثمار نخش بقى على الاستثمار حجم الاستثمارات التي تطوف في العالم انخفضت بنسبة 40% ده منذ بداية كورونا سواء استثمار اجنبي مباشر او استثمار اجنبي كله كان مباشر كامل طيب حتى اسواق المال تأثرت سلبا في اوائل ازمة كورونا ثم حصل نوع من التعافي ثم حصل لطمة اخرى للاسواق اسواق المال العالمية بعد الازمة الروسية الاوكرانية طيب طب ده ما يحدث في العالم بقى موجات تدخمية نقص حد في بعض السلع زيادة سعرية في مكونات الانتاج هل هيحصل ان احنا حنرى نوع من اركود ولا حنرى كسد ولا حنرى تدخم زائد عن الحد ولا حنصل الى الجزء اللي احنا بنسميه استكفليشن او الايه اركود التدخمي طيب تعالوا نتكلم بقى ان الشأن المصري استفاد من ازمة كورونا هل هو قادر على استيعاب هذه الازمات خصوصا الموجات التدخمية ويحقق معدلات النمو المستهدفة اللي كانت السنة الماضية 3 و 4 من 10 في المية وكان مستهدف ان احنا نحقق معدلات نموه في 22 انها تصل الى 6 في المية و 6 في المية طيب تعالوا نبص على الدولة المصرية الحقيقة خلال ازمة كورونا اثبتت الدولة المصرية كفاءة منقطعة النظير بشهادة الوربانك والايم اف على قدرة الاقتصاد المصري ان هو يكون ريزيلينت او يواجه هذه الازمة الخاصة بكوفيد 19 طيب واحد انك الباكبون بتاعة الاقتصاد المصري قوي عندك احتياطي نقدي 40 مليار دولار عندك احتياطي سلعي من السلع الاستراتيجية في المتوسط يكفي حتى 5 شهور وزيادة مع ان انك انت دولة مستوردة لمعظم السلع الغذائي حضرتك تحدثت عن الاخناح عن الدرة على الزيوت بس الرز احنا عندنا اكتفائي ذاتي من الرز يعني احنا تقريبا بنستهلك 3 مليون طن رز في سنة وعندنا احتياطي استراتيجي للرز والمكارونة يصل الى 6 شهور طبعا اعلى احتياطي في اللحوم والدواجن بنتحدث من 8 ل 9 شهور الزيت عندنا احتياطي يكفي 5 شهور ونص الامح والسكر واحنا عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي 87% من السكر اكتفاء ذاتي الامح عندنا احتياطي يتعدى ال 4 شهور والفول يصل الى 3 شهور يبقى كده استعرضنا انك انت عندك احتياطي امن من سلة سلعية مهمة بالنسبة للمواطن المصري خلي بالك السلة السلعية ديت بتختلف من ثقافة الى اخرى من دولة الى اخرى على حسب نمط استهلاك السلع والثقافة وإستيراد هذه السلع